فقط أعرج على الانقسام الشيعي قبل أن أذهب إلى الانقسام السني أولا الانقسام الشيعي ليس فقط بين بدر والعصائب من جهة ويعني بيت زيني يعني ما أريد أدخل في التفصيلات لكن لا لا الانقسام أكبر من هذا الانقسام داخل بدر نفسها بمعنى عندما رشح السيد هادي العامري محمد جاسم العميري ولاحظنا بوضوح أن متنة تميمي رفض هذا الترشيح بشكل مطلق وفي فيديو عالمي وبالتالي الحديث عن وحدة قرار داخل كدلة بدر هذا غير صحيح الأمر الثاني ما معقول السيد متنة تميمي ما يتمرد على الحاجة العامري لا لا يتمرد تذكر دائما كانت العلاقات بين الرجلين متذبذبة طوال السنوات الماضية يعني لا أريد أن أعود إلى التاريخ ولكن لا لا كان دائما هناك صراع بين الرجلين حول قضايا كثيرة لا أريد أن أدخل في التفصيلات ولكن كل من يتابع شأن ديالة يعرف بهذه الحقيقة ما قاله السيد متنة التميمي في فيديو صريح كان واضح أنه تمرد صريح على قرار السيد هادي العامري لا يعني لا يحتاج الأمر إلى تبريرات الأمر الثاني المهم هنا أنه يعني لا أعرف إذا كنت تعرف أو لا ولكن سعر التصويت في محافظة ديالة بلغ مليار دينار بمعنى هناك سعر وصل إلى مليار دينار لكي تصوت لسين أوسات نعم هذا التصويت لا يتعلق بالمحافظة لكن يتعلق برئيس مجلس المحافظة ولكن الأطراف السنية أيضا منقسمة حول المناصب بمعنى التقدم تحديدا هنا سيد سلمان اللي هيبي يعني يريد منصب رئيس مجلس المحافظة للاستثمار به الجميع يعرف أنه أهم المستثمرين السياسيين في المال العام فيديا له سيد سلمان اللي هيبي وبالتالي هو يريد منصب رئيس مجلس المحافظة للاستمرار بهذه العملية بالمقابل هناك أطراف أخرى تريد السيد عمر الكروي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة